قفزات وقفزات في أعداد المصابين بالكورونا بنفكر حضراتكو أن احنا قبل ما نطلع الأجازة يعني قبل شهر تمانية كده كان بنتكلم على أعداد 150-175 احنا مبارح أفلين على 458 غير الأعداد ابتدينا حضراتكو نسمع ناس حوالينا تاني بيتكلموا أنه في ناس قريبة مننا جالها كورونا وفي ناس جالها كورونا للمرة التانية وفي ناس جالها كورونا للمرة التالتة الكورونا نشيطة طبعا بدون التفريق بين الكورونا العادية والكورونا بتاعة الدلتة وكل هذه الأمور ولكن احنا بنقول لحضراتكو أنه الأعداد في تزايد مستمر من غير حتى أعداد وزارة الصحة احنا بنعرف وطبعا بنسمع عن ناس نعرفهم راحوا مستشفيات وبنسمع أطباء بيتكلموا عن هذا الأمر وبنسمع عن وفيات الحمد لله طبعا نسبيا أما تقارن أعدادك ووفياتك بأعداد ووفيات في الخارج يعني مثلا ما تقارنها مثلا بالنسب مش بالأعداد في بريطانيا أو في أمريكا أنت نسبك طبعا مرقفضة ولكن الزيادة مضطاردة